ويفرق المجتمع كما يبايل إمام الغزالي في الجامع العوام والرازي في أساس تقديس طيب تعالوا ننظر إلى كيف يجب على المسلم أن يتعامل مع النصوص المتشابهة نحن عندنا نص عظيم في القرآن وهذه الآية في الحقيقة هي التي صاغ منها الرازي قانون التأويل الذي لم يفهمه ابن التيمية ورد عليه ردا يأول في النهاية إلى ما يشبه كلام الرازي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الرازي ماذا يقول إذا أتى نص متشابه ظاهره مستحيل على الله بالنص المحكم أو بالعقل الواضح فإننا كيف نتعامل معه منه آيات محكمات وأخر متشابهات أن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون من الذي يتبع المتشابه؟ الوهاب لا يريد أن يتبع المحكم فيضعه كقاعدة ويفهم المتشابه من خلال المحكم لا يعكس يجعل المتشابه هو الأصل ويفهم المحكم من خلال المتشابه كما مر الله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد كل العلماء فهموا الأحد والصمد فهما وابن تيمية في هذا المجلد قد نقرأ هذا في نهاية الدرس يؤول الأحد والصمد تأويلا جديدا لأن الأحد يعني غير مركب ليس له أجزاء إذن لا يوجد له قدر مخصوص إذن لا كم لا كيف لا شكل وهو يريد أن يثبت هذه الأشياء فيعطيك تأويل جديد لكلمة الأحد طيب الصمد الصمد يعني الذي لا يحتاج إلى شيء ويرجع إليه في النوائب أو في فهم آخر الذي الأجوف الذي لا جوف له ففي كل الأحوال بمعنى مستغني عن الناس وواحد في الذات سبحانه وتعالى غير مركب غير مجز فيؤولها أيضا تأويلا آخر لم يقل به أحد من السلم إذن هو يؤول المحكم انظر المصيبة يؤول المحكم الإخلاص ثلث القرآن يؤولها ولا يؤول وجاء ربك انظر العقل ثم يقول الرازي وضع قانون التأويل خطأ انت تؤول قل والله أحد الله الصمد الواضحة كالشمس في نفي الأجزاء والأبعاض والترك والكيف والكم والشكل وقيام الحوادث والانتقال والحركة والتغير واضح من قل هو الله أحد لم يقل قل هو الله الواحد قال أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفوا أحد يعني كل ما يكون للمكافئ لا يكون لله لا مكان لا زمان لا انتقال كل واضح كالشمس ليس كمثله شيء واضح في التنزيه عن كل شيء فيؤول ليس كمثله ويؤول الكاف ويخرج بها عن جمهور العلماء ويؤول الأحد والصمد تأويلا بعيد عن تأويل السلف والخلف يعني يؤول المحك ثم يأتي في المتشابه ينزل ربنا في الثلث الأخير لا ينزل بذاته نزولا حقيقيا ويتحرك وينتقل فلا يؤول المتشابه ويؤول المحك عكس النظرية ليصل إلى نتيجة المشبه ثبت النتيجة ولعب في الأدل أما الإمام الرازي قانون التأويل الذي ينص عليه مثلا في أساس تقدس في غيره من كتبه يقول أن النص إذا كان له ظاهر ويريد هنا بالنص الذي له ظاهر يعني ليس محكما ويتكلم عن المتشابه فليوجد أربع احتمالات إلى خير ثم يسوق الاحتمال ويقول في النهاية إلى احتمال أننا نفهم هذا النص الذي له ظاهر متشابه من خلال الثوابت القطعية من العقل والنقل المحكم أصر ابن تيمية يعكس بالضلال طيب منه آيات المحكمات ومنه هنا تبعيضي من قد تكون تبعيضي وقد تكون بياني مثال البيانية قلنا من قبل سمعتم سمعتم مني هذا كلام كثير فاجتانبوا الرجسة من هل معنى الآية الأوثان غير النظيفة نجتنبها والنظيفة نعبدها لا المراد اجتنبوا الأوثان فإنها رجس فهي بيانية هنا فاجتنبوا الرجسة من الأوثان يعني الأوثان التي هي رجس أما في السورة هنا منه من تبعيضي الدليل أكبر آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها تكلمت مع الرسول في فهم الآية فقال لا يتبعون المتشابه الضلال يعني أو نحو من الذي يفعل ما رواه الرسول روي عن الرسول في البخاري الآن ويتبع المتشابه هو الذي يؤول المحكم ويحمل المتشابه على الله الوهبي الأسف بل هذه الآية التي هي أصل فهمنا للنصوص أولوها أيضا ونفوا المتشابه في الصفات أصلا مذهب الوهبية كما يبينه ابن عثيمين في تلخيص للحموية والتدمورية يقول أن الصفات في القرآن ليست متشابهة كل الصفات لا يوجد أصلا صفة وردت بنص متشابه كل الصفات الخبرية الذاتية وردت بنصوص محكمة عنده ومن هنا يحرم تأويلها أو فهمها بأي طريق بل يجب حملها على الظاهر وفق الحس طيب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهذا كل دليل على من طبعيضي طبعا خلافا لمن لا يريد أن يجعلها طبعيضي فالذي يتبع المتشابه هو الزائغ عن الحق وفي قلبه زيغ ولم يتبع أحد المتشابه في تاريخ المسلمين إلا الكرامية والهصمية وابن تيمية والوهابية المعصمة للأسف الشديد فيتبع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وهذا الذي نعيشه من الفتنة الآن اليوم قبل أن آتي إليكم وهذا كان أحد سبب تأخيري أنني حزنت لما قرأت الأخبار وبقيت فترة لا أستطيع النزول من البيت دخلوا مسجدا في سيناء مسجد يعني من قبل مثلا كانوا يقتلون إخواننا المسيحيين النصارى يقتل ضابط في الجيش يقول هو كافر مرتد مثلا ضابط شرطة يعني حتى لها منطق ضال لكن في منطق لكن هذه المرة في سيناء دخلوا مسجدا بعد صال وقتلوا الناس في المسجد قتلوا مصلي كفاء ليه مسجد صوف إذن من الذي أحدث هذه الفتنة في البلاد والعباد في كل مكان هم هل رأيت واحدا أشعريا قتل أحدا من المسلمين في التاريخ إلا أن يكون قاطع طريق أو سارق أو هكذا يعني لكن من من علماء الأشاعرة أو المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة أو من الصوفية المتمسكين بالشريعة حمل السلاح على المسلمين وأحدث الفتنة بين المسلمين لا يوجد في التاريخ المعاصرون كلهم كل فرقة أحدثت فتنة في بلد أصل استنادها لكتب محمد بن عبد الوهاب للأسف الشديد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إذن تأويله جائز أم ممنوع ممنوع إذن المحكم واضح كالشمس والمتشابه لا تأويل له النص يقول هكذا ثم يوضح النص يقول وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا لَا 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 أشر من المؤولة الذين اتبعوا النص وقالوا وما يعلم تأويله إلا الله ووقفوا وقالوا الله أعلم بمعانيها واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف بالنسبة لابن عثيمين أشر أهل البدا وابن تيمين يسميهم المجهلة تعرف معنى هذا الكلام معنى أننا نقول أن النص جاهل أو أن الرسول جاهل أو أن الصحابة جاهلوا فيسمي المفوضة وهو مذهب السلف جميعا من الصحابة والتابعين والمسلمين يسميهم المجهل وابن العثيمين يسميهم أشر أهل البدا للأسف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابة فالمحكم يفسر ويؤول المتشابة وليس العكس كالوهابية وابن تيمين وما يتذكر إلا الألباب طيب أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمع النبي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون القرآن يعني كل واحد يختلف مع صاحبه في فهم آية من آيات القرآن وكل واحد يدرأ المعنى الذي عنده الآخر لا يحصل هذا الوصف إلا في المتشابه المتشابه الذي خفي معناه خفاء شديدا بحيث أن الصحابة العرب الأقحاح أصحاب اللسان القويم والسليم بالفطرة والذين لا يلحنون في لغتهم تدارؤوه فيما بينهم وصل الخفاء بالنص إلى أن العرب من صحابة رسول الله تنازعوا في فهمه نزاعا كبيرا إذن الخفي موجود أم غير موجود وقد يصل إلى درجة التشابه أم لا يصل بنص القرآن وصحيح البخاري طيب ثم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله قوما يتدارؤون القرآن فقال هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعض فلا تضربوا بعضه بعضا لا تضربوا بعضه بعضا انظر القاعدة الذهبية النبوية حتى نرد وننتهي من هذه المسألة مع الوهابي الذي يقول لا يوجد متشابه في الصفات ما علمتم منه فقولوا وما لا فكلوه إلى علمين إذن هل يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه نعم والرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذا والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يعلموا شيئا من القرآن ووكلوا أمره إلى ربهم اشتركوا في القرآن